غير الرسمية هي informale والرسمية هي formale سؤال ما اسمك ممكن نستخدم كومي تي كيامي كومي تي كيامي يعني ما اسمك هدي بالصيغة غير الرسمية أو كومي سي كياما كومي سي كياما ما اسمك بالصيغة الرسمية كومي تي كيامي كومي سي كياما كومي تي كيامي كومي سي كياما هدي صيغة السؤال عن الاسم الجواب ممكن يكون مي كيامو كذا يعني أنا أسمى أو أنا أدعى كذا أو صونو كذا ببساطة يعني أنا أكون كذا أو ممكن نجاوب بالاسم فقط مي كيامو باولا اسمي باولا أو أدعى باولا صونو باولا أنا أكون باولا أو باختصار ممكن نجاوب نقول باولا فقط يعني أنا باولا هذا جواب على السؤال عن الاسم ممكن أن نستخدمو هذا السؤال في محادثة قصيرة أبدا أن نعإبارس للحكراود كومي ستح merakة كومي ستحرك؟ scتح؟ اشترا έχ하겠습니다 كومي ستحرك؟ كومي ستحرك؟ كومي ستحرك؟ كومي ستحرك؟ كومي ستحرك؟ خ 그림اتم ممكن تحرك؟ Molto bene. Molto bene. Come ti chiami? Come ti chiami? Mi chiamo asma. Mi chiamo asma. هذه محادثة بالصيغة غير الرسمية لأن استخدمنا فيها Ciao وهي تحية غير رسمية وأتو يعني وأنت أو وأنتي أيضا في الصيغة غير الرسمية واستخدمنا come ti chiami ما اسمك وهي الصيغة غير الرسمية للسؤال عن الاسم المحادثة الثانية Buongiorno signorina Buongiorno signorina Buongiorno signorina Buongiorno Come si chiama? Come si chiama? Mi chiamo Paola Buongiorno signorina هذه صيغة رسمية لأن استخدمنا Buongiorno واستخدمنا senorina اللي هي تعني الأنسة واستخدمنا أيضا come si chiama وهي الصيغة الرسمية للسؤال عن الاسم طبعاً الرد على السؤال عن الاسم سواء كان بالصيغة الرسمية أو غير الرسمية هو نفس الرد بهذا نختم هذا الدرس سواء ترككم الآن للإستماع Come stai? Bene E tu? Molto bene Come ti chiami? Mi chiamo Nada Buongiorno signorina Buongiorno Come si chiama? Mi chiamo Paola Buongiorno signorina 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 Buongiorno signorina